السلام عليكم مي شيري جاسبر كووزالي بيان انشاء الله تلقاكم هادلا فيديو انتوما بخير وعلى خير اليوم جيتكم بوصفة فيفا دريفة سهلة اقتصادية وجي بزف 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 بنينو بمكونات اقتصادية بلا الحم بلا جاج مكونات تلقوهم في كامل البيوت منطولش عليكم روح ونشوفوا المقادير الوصفة تاعنا تاعنا هالليوم دونك فكرة شابة الفطار واللعشاء وسهلة وجديها سنك سنك وتجي بنينا بزف دونك المقادير تاعنا رح نحتاجه حبيبة تاع في الفلو حكمتها قطعتها مكعبة صغار وحبيبة تاع البصل ثاني حكمتها وقطعتها مكعبة صغار ورح نسحقه شوية تاع الزيتون خضر مقطع وحبت تاع التوم وقطعت تاع الجبن انا كان عندي هاد الجبن اي جمب تقدوا تستعملوا اي نواع تاع الجمل كان متوفر عندكم في البيت وحكمت حبيبات تاع البطاطا قطعتهم مكعبات وغليتهم في الماء ابخي صفيتهم من الماء ورح نحاوس نرحيهم بالفخشات بالفرشيطة نرحيهم نرحيهم بهالطريقة اي فالا اي فالا احنا نرحيهم كي معك ودبخي فهم صرحوهم وهم أسخان بالفرشيطة باش ما يتعبوكم شيترحو بالخف معاكم اي فالا اهنا ابخي مرحيت هذيك البطاطا تاعنا رح نحطوها جانبا رح نحطوها جانبا كما كتشفوا معي ونقاطي نحطوها جانبا وراح ن من جهة واحدة اخرى نحكمو المقلة نديرو فيها شوية تعزيد فعلا نديرو فيها شوية تعزيد وراح نضيف لها بصل فهذه الحبات تاع البصل اللي كنا قطعناها مع الحبيبات تاع الففلة خضراء اللي تاني كنا قطعناها مكعبات صغر حفونا يتلفلي الهضراء نخليهم يتقلوا بي نقصوهم شوية النار ونخليهم يتقلوا ونضيف لهم اضافات غيزية تنيروه شوية تعزيد ونحطو هذيك البصل له هذيك الفلفل خلوه يتقلوا هنا ابخي ما تقلوا رح نضيفوهم لهذيك الكمية تاع البطاطا تاعنا بها الطريقة كما كتشفوا معي رح نضيفوهم فلا نخلطوهم بيو نخلطوهم جيدا تيتجانسوا كامل هذيك المكونات ودركا رح نضيفوهم نضيفوهم شوية تعال ملح نضيفوهم شوية تعال ملح ونضيفوهم شوية تعال تعال فلفل اسود وشوية تعال الكركم ونضيفو ونضيفو لايش تقلدوا تضيفو الكركم أنا هنا ما ضيفتش الكركم ساحت تقلدوا تزيدو الكركم ونخلطوهم بيو ونحطوهم جانبا ونحضرو الكراب بتاعنا بالنسبة للعجينة تعال الكراب رح نسحقو فيها تلت حبات تعال بيد مع زوج كيسان تعال حليب ورح نسحقو فيها شوية تعال ملح ورح نسحقو فيها تاني كالزيت دونك نبدأ نوزج كيسان تعال فارين دونك اول حاجة بديت بيها بديت بالبيض دونك حطيت هذو تلت حبات تعال بيد فولا بها الطريقة دونك تلت حبات تعال بيد فولا نحطوهم في هذه ريسيبيون ونزيدو عليهم الحليب نزيدو عليهم دونك زوج كيسان نزيدو كاس واحد كاس واحد تعال الحليب نزيدو لها شوية تعال ملح ونزيدو كاس واحد تعال الحليب ونخلطو 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 بفوي نخلطو جيدا سيتجانس كامل هذا الحليب مع البيض بها الطريقة حتى يدو بمعنا غادي تشوفو شوية لابات تعال بدات شوية تدقال ما تخافوش منها كاملو خلطو بيا جيدا بعد نزيدو الكاس الزوج تعال الحليب بهالطريقة نزيدو الكاس الزوج تعال الحليب ونكملو نخلطو نخلطو جيدا حتى تولي معنا الابات تعال تولي سائلة دوك تشوفو معي سائلة بصح ما تكونش خفيفة بالساف دوك تشوفو كيفاش تجي نخلطوها جيدا منخلوهاش تقعد معنا هذوك الكويرات في الابات تعال نخلطوها جيدا نخلطوها جيدا نخلوها ترتاح خمس دقائق نقص خمس دقائق ونشعلو النار حطيت هذيك المقلة حطيت فيها شوية تعزيت ونستعملوا مقلة اللي ما تلسق لكمش بش تجيكم اللي كرب بتاعكم ناجحة ما تدروها شوية مقلة للسق دونك تهنتها بشوية تعزيت ما شفتوا معايا ورح نبدأ نطيب في هذوك الحبيبات تعاليك خاب بتاعنا فالا اني بديت نطيب في الحبيبات تعاليك خاب بكتشوفو فيها مبدو يديروا معنا فقاعات كي معاك نخلوها طيب فالا على النار متوسطة اي فالا قلبتها طيبوها من الجانب الاخر بعد طريقة ونحطوها ونعودو نكمله ثاني كتشوفو معايا راي طابت بتنقلبها هاكا طيب معنا بيون طيب جيدا ونحطوها نحاودو نزيدو الحبيبات الزوجة نحطوها بهذا الشكل كي ما كتشوفو معايا في الفيديو ونخلوها الطيب هادي الحبيبات الزوجة دونك راح نكمل بهذا الطريقة حتنكمل كامل كمية تعاليك تعاليك خابة تعاليك بخيمة طيبناهم خرجوا معنا بهذا الشكل جاو ما شاء الله انا قبلها كنت نسيت باش ننضيف هاديك الحبيبات الزوجة دونك ضفتها دروك ونخلطوها جيدا نسيت باش ننضيف هاديك الحبيبات الزوجة نسيت باش ننضيف البيض ما بقى ليش البيض عوضت البيض بالحليب اللي كان عندك البيض ديري حبيبات على البيض ضربيها جيدا وبدت تستعمليها في الكخابة تعاليك انا ما كش عندي دونك كترت في بلاستها الحليب ولا اللي ما يحبوش البيض ثاني قطو يديروه الحليب دونك انا حطو شوية كمية من الحشوة تعاليك عذاك الحشوة تعاليك البطاطا ورح نزيدو عليه شوية تعالجبن بها الطريقة ورح نبلعو الكخابة تعنا دونك هنا الشكل اختياري كل واحدة كاليت تبغى تديرهم كما الصباعات كما البوراك كاليت تبغى تديرهم بها الطريقة مربع كما انا كما ندرتهم هكا شكل مستطيل كل واحد كيفاش كيفاش يحب الشكل ان طرق العب سهلا انا الدهنت ها بالتالي خليب كيفاش عندي كوكا لاندي البيض كنتين راح نديرها ندير عليها البيض ندهناها بالتالي البيض منتجعوش دهنت البيض بلد دهنتها بشوية الحليب وبعدها استعليها هذيك الشابلور هكا رمتها بيان في الشابلور ومجيها واحد خرقت حتى المقلة درس فيها شوية تعزيز خليتها تسخن ونحطوا هذو كليك غير بتاعنا يتقلع راح يجو ما شاء الله يجو مقرمشين يجو بنان يجو روعة سيئوهم واردوا عليها اكيد راح يعجبكم بسك يجو بزاف بنان فولا هذي النتيجة بتاعهم النتيجة نهائية كيفاش جووا معي جووا مقرمشين جووا ما شاء الله ما تعرفوهمش بالليدك خاب بس كو جووا مقرمشين وخفاف وبزاف بنان فولا هذو ما كيفاش يجو من الداخل يجو ما شاء الله وصلنا لنهاية على الفيديو رسالله تكون عجبتكم الفيديو نحبكم على بخشان بيزو با